خليني أخد لحضراتكم بعيدا عن المباراة يعني خبر الحقيقة مرتبط باجتماع مجلس الإدارة مبارح الحقيقة وده مرتبط أكتر برؤية النادي الأهلي للسنوات اللي جاي رؤية الإدارة اللي بتشوف فيها مستقبل أو بترسم فيها ملامح مستقبل النادي الأهلي الحقيقة الاجتماع ده طبعا كان برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعقد مساء أمس بمقر النادي في الجزيرة عشان يتموا منقشة عدد من الملفات المهمة جدا اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة اللي بنمر بيها يمكن الاجتماع في البداية كان في حرص من المجلس عن هم يستقبلوا مجالس إدارات شركات الأهلي التلاتة بكامل هيئاتها بداية طبعا شركة الأهلي الكورت القدم وشركة الأهلي مشاءات رياضية وشركة الأهلي للخدمات الرياضية وده بهدف أنه يتم استعراض الرؤى وخطة العمل الخاصة بكل شركة خلال الفترة اللي جاي المجلس بدأ اجتماعه بعقد جلسة مع شركة الأهلي الكورت القدم بكامل هيئتها اللي طبعا بتضم الأستاذ زيسين منصور رئيس لمجلس إدارات الشركة المهندس مصطفى مراد فاهمي نائب للرئيس الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة وعمر شهين مدير تنفيذي للشركة يمكن عمر شهين خلال الاجتماع يعني استعرض خطة عمل المرحلة الانتقالية للشركة ودي تم تقسيمها على أربع مراحل كل مرحلة منهم مدتها تلت شهور هيتم خلالها طبعا استكمال عدد من الملفات الخاصة بكل مرحلة ومنها طبعا مراجعة ودراسة العقود اللي تم إبرامها بين الأهلي وبين شركاء والاستراتيجيين ومنقشة الخطوات اللي هيتم اتخاذها والإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية وفي نفس الوقت يتم رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الانتقالية الأهلي بكل مرحلة من المراحل بعد ما تم استعراض خطة العمل الخاصة بشركة الأهلي الكورت القدم يمكن المجلس برئاسة طبعا كابتن خطيب قام بعقد جالسة تانية مع مجلس إدارة شركة الأهلي المنشآت الرياضية برئاسة المهندس أيمان إسماعيل وعضوية المهندس حازم هلال والأستاذة مايسامي حافظ والمهندس أيمان إسماعيل قام باستعراض خطة عمل الشركة خلال السنة الأولى والخطة دي تضمنت كافة الخطوات والمهام المكلفة بيها مع استكمال مجلس إدارتها بإضافة ثلاث كوادر جديدة للعضوية هم الدكتور خالد سيري سيوم الرئيس الأسبق طبعا للبورصة المصرية المهندس أحمد عبد العظيم ويوسف المدير العام لشركة دار الهندسة مصر ودي واحدة طبعا من أكبر الشركات العالمية اللي بتشتغل في مجال الهندسة والتصاميم كمان هيكون معهم الأستاذ محمود عبد الله الرئيس الأسبق لشركة مصر القابضة للتأمين كمان الحقيقة مجلس الإدارة وافق خلال الجلسة اللي عقدها بقى مع شركة الأهلي المشآت الرياضية على أنه يتم طرح كراسة شروط خاصة بحقوق تسمية الاستاذ الجديد باعتبارها طبعا واحدة من أهم الحقوق التجارية واستعراضة الشركة القطاعات الرياضية اللي بترغب في الحصول على الحقوق دي ومنها قطاعات الاتصالات المشروبات الغازية وأيضا التأمين واختتب مجلس إدارة الأهلي جلسته مع الشركات التلاتة بعقد جلسة مع شركة الأهلي خدمات الرياضية ودي كانت برئاسة طبعا وزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق وعضوية سوها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي وتم خلال الجلسة استعراض رؤية وخطوات عمل الشركة لمدة الست شهور القادمة والهيكل التنظيمي لها مع تكليف الشركة بأنها تبتدي فورا في تقديم خدمتها للفريق الأول لكورة القدم في نادي الأهلي وأيضا لكل الفرق الجماعية والبداية هتكون طبعا بداية تقديم الشركة لخدمتها هتبدأ بتنفيذ رحلة سفر بعثة الفريق الأول لكورة اليد رجال اللي هتسافر للمغرب عشان تشارك فيه بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ودي مفترض إن شاء الله أنها تنطلق خلال شهر أغسطس الحالي كمان استعراض شركة الملف الخاص بتقديم خدمتها لكل الفرق الرياضية في كافة المراحل السنية وأيضا الأكاديميات بالإضافة طبعا لتقديم خدمات الحجز لرحلات الأعضاء